تمكن أفراد الكتيبة أو لمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بهم البواقي من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في سرقة الكوابل النحاسية والاعتداء على الممتلكات العمومية مما أسفر عن توقيف ستة أشخاص بإقليم الفرقة الإقليمية للدرك ببلدية العامرية بالإضافة إلى معالجة سبعة عشرة قضية سابقة على مستوى ولايات الشرق رشيد مقدم رصد التالي وبناء على معلومات مؤكدة تم توقيف شبكتين إجراميتين على مستوى إقليم الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعامرية متخصصة في سرقة كوابل النحاسية ومختلف الاعتداءات على الممتلكات أين تم توقيف ستة أشخاص وبقاتلت أشخاص في حالة فرار ومعالجة سبعتاش قضية سابقة على مستوى الولايات الشرقية من بينها عنا بابات ناقص هونتين الطرف أمبواقي بالإضافة إلى حجز مركبتين واسترجاع ثلاثة دراجات منها واحدة هوائية كوابل النحاسية قاطع كوابل سيزاي سيتم تقديم الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين فاكرون بعد الانتهام من التحقيق